هل يمكن علاج العيان اللي ركب دعاية ما حصل فيها ضيق وارجعله الزبحة الصدرية تاني بالأدوية؟ الإجابة؟ نعم ولا لا؟ ازاي كل اول عامل اي خبارك ايه؟ نعم ان شاء الله احكي لنا كده انا اعمل الفيديو ده عشان الناس تستفيد انت كان بيجيلك زبحة صدرية كده؟ بيجيلك واجع في صدر كما تعمش سوصيفي كده يا حجمونا كان الواجع عامل ازاي؟ كان بيجيني قفشة في صدر جامدة ألم جامد في الصدر فين في النص؟ في النص اه وانتي ماشي؟ اه وانا ماشي واحيانا وانا قاعدة في البيت تمام وبعدين؟ ومعرفش اخد نفسي خالص تحتاجي تقفي اه تمام ممتاز وكان بيسمع في حتة تانية القفشة؟ لأ انا وانا ماشي كانت كتافي توجعني قوي وضهري من وقت ممتاز مع صدرك مع صدري اه تتتقفي شوية يروح ممتاز وبعدها عرفت انك ركبت دعامة طب بعد الدعامة ايه اللي حصل؟ روح الألم؟ لا يعني شهرين تقريبا وتعبت ايه اللي حصل؟ بدأ التعب تاني يجي الأفشات يجي في صدري تاني تمام الألم شديدة في صدري تمام تتتقرر كتير ممتاز يعني شوية كويسة وشوية أتعبت ممتاز وقابلناها بقا وديناها علاج يزبط الضغط وعلاج يزبط تصلب الشرين وعلاج يبطق ضربات القلب كما قال العلماء كأنها ما عملتش دعامة قلت ابدأ معها اللي كان مفروض اعمله لو ما عملتش دعامة ورغم انها عملت دعامة وفيها دي مش متوقع ان يحصل تحسن وقلت اسألها بقا حتى دي اول مرة اسألها بعد البتاع قلت لو قالت انها خفت هعزيع الفيديو قالتلي انا تعبت اكتر هارم الفيديو ده بعد العلاج حسيت باي؟ الحمد لله لا الحمد لله احسن كتير من ناحية ايه بقى يا حاجة مونة؟ لا يعني مفيش نهجان مفيش قلم يعني بسيط قوي يعني مرة اللي جاني تقريبا من بعد العلاج طول الاسبوعين دول اه ممتاز قفشة قلت وانت ماشى وصدرك وكتافك والكلام ده بقيت ايه احسن يعني؟ اه طبعا الحمد لله كتير او بتدعيلي يعني يا مونة؟ اه طبعا طبعا ربنا بالك يعني ممكن العلاج الدوائي يحقق ما يمكن فعله بالدعامة؟ ويبقى احسن كتير طبعا واوفر صح اكيد طبعا واوفر ليه هي الدعامة كلفت كتير بالمناسبة؟ هدي ايه تقريبا؟ عشر تلاف جنيه مسلا؟ يعني بقى كتير بصراحة فوق العشرة؟ فوق العشرين؟ فوق العشرين؟ يليوي طب ده انا ببلاش كده بقى المهم يمكن علاج المرضى اللي عندهم دعامة ودياقت حتى لو ادياقت اذا اتبع المريض الدواء العلاجي او الدواء النظام الدوائي الامسل بيسمون كده وعلى فكرة عمل الدراسة حلوة قوي جابوا فيها العينين اللي عندهم شريان دايق وشافوا لو ماشيناهم بالدواء يجرى ايه؟ ولو عملنا لهم دعامة يجرى ايه؟ فلاقوا ان اللي بيمشوا بالدواء بيحققوا نتائج زي اللي عملوا دعامة بتكلفة اقل لو عنده زبحة صدرية مستقرة زي ما انت بتقولي وفي نفس الوقت انا مش بنفق باللون اعزق الدهون على جنب ده انا بدو بالدهون واخلي العين ما ياكلش دهون ويخيص زي ما انت عملت كده تزبطي اكلك الكوليسترول بقى صفر زبطي ضربات قلبك دلوقتي بقت في الستين ضغطك بقى مية وعشرين تمانين عضلة بقت احسن الكوليسترول بدل مكان متين وشوية بقى دلوقتي مية وشوية مية وثلاتين مية واربعين اللي دي اللي الدهون اتضربة دلما كانت مية وثمانين بقت دلوقتي خمسة وخمسين ستين فارقام كويسة السكر زبط صايم مية وعشرة فاطر مية واربعين لو زبطنا الحاجات اللي بوزت الشرايين الواجع نفسه هيروح ويبقى احنا كده بنعالج الشرايين مش بس بنزوء الدهون ببلونة اللي في حالات مهمة لازم دعامة زي العين اللي جاله جلطة والحقنها بسرعة في المستشفى نعمله توسيع ودعامة قبل ما حتت في القلب تموت حلوة المعلومة دي يا أستاذ أمونا؟ مفيدة؟ ممتازة فخورة من ربيك يا ما خفيت حتى المراتي جاية نفسها بعطاء ما أبيض ومدلع نفسك باين عليك خفتي فقط تحياتي ليكو أشوفك على ألف خير في أمان الله على السلامة